اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بمناسبة انطلاق المواسم الرجراجية بعد توقف لمدة سنتين بسبب ظروف الجائحة وبهذه المناسبة اتوجه بالشكر جزيل وبخالص الدعاء لمولانا ام المؤمنين حامي التصوف والزوايا في هذه البلد الامين على الحمد لله انه وفق على ان تعود هذه المواسم من جديد وكذلك شكر موصول لحكومة جلالة الملك وكذلك شكر لعمل اقليم على اقليم الصورة على مجهوداته وكافة المتدخلين في هذا المجال من اجل ان تعود هذه المواسم الى سالف اهدها هذه المواسم كما هو معلوم هي مواسم فيها ما هو جانب روحي وكذلك الجانب الاقتصادي والتلموي والرواج الاقتصادي للمنطقة ما بين مناطق اه اسفي والصويرة اه هذه المناطق تعرف رواج اقتصادي وكذلك تقافي وكذلك اه تخلق هناك مجموعة من فرص الشغل كذلك فيه مجموعة من يعني من ناس تأتي من داخل المغرب ومن خارجي صلة الارحام ويعني من جانب الترفيه للأسار وللأطفال الحمد لله هذه المواسم اه يعني له جدور تاريخية قديمة و كذلك اه يعني هذه المواسم يعتبر تقريبا المسار الروحي الوحيد الذي تازل يشتغل في بلدنا الحبيب وايضا هذه المواسم يعني يكريس التمييز والتفرد بلدنا على صعيد التجربة الدينية وكذلك الامن الروحي والخصوصية المغربية تحت لواء الامام العظمى لمولانا امير المؤمنين اعزه الله هذه الزاوية لا تشتغل في خلال فترة المواسم باعتبارها هي زاوية النقيب وهي المسؤولة عن تدبير شؤون زوايا الرجل بكافة ربوع الملكة هذه الزاوية تشتغل على مدار السنة من خلال مدرستها العلمية العتيقة التي تضم مئات الطلبة والطالبات المغربة والأجانب وهذه المدرسة والله الحمد هي انشئة تأسسة هذه الزاوية على يد الشيخ الجدسي محمد بن حميدة تأسسة هذه المدرسة في ذلك الوقت والحمد لله اعطت ولا زالت تعطي وتقوم بنشر رسالتها الطلبة والتعليمية من حيث تخرج مجموعة من العلماء من الفقهاء من الوعاد يعني داخل المغرب وخارج المغرب والله الحمد هذه المواسم الحمد لله شرفت على انطلاقها من جديد وسوف تعرف مجموعة من العنشيطة ان شاء الله وبحلة جديدة من أجل تكريس قيم التسامح وقيم السلم وقيم التصوف والإحسان التي يعني الحمد لله واصلة الأرحام وإطعم الطعام التي هي من صلب ديننا الحنيف كما أشرت من خلال قطع الموسم لمدة سنتين متأتاليتين يعني الناس من ابناء الزاوية ولا من المريدين ومن الزوار يعني اشتاقوا لهذا الموسم بشكل كبير وكانت مؤخرا لما يعني قربت فترة انعقاده يعني في المرحلة الربيعية من كل سنة يعني الناس كانت يعني تأتينا يعني السفسارات والاتصالات من خلال وسائط التواصل وكذلك من الاتصالات يعني بواحد شكل مكتف يعني الناس تفسير هل سينعقل الموسم أو لا يعني الناس كانت في حاجة ملحة لهذا الموسم وكان يعني من خلال غيابه اكتشفنا مدى قيماته ومدى مكانته لدى الناس بالنسبة للفكرة ديال ان هناك مقرات وان يعني فروع خارج المغرب هذه فكرة نشتغل عليها ان شاء الله مستقبلا لأن من خلال الموسم التي تكون خصوصا في الموسم الختام في حذرة يعني تكون هناك مجموعة من 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 أجانب ومن أبناء الجالية يعني يقبلون على هذه المواسيم يعني الناس يعني الحمد لله الزاوية القراجية عندها صيطة ديالها في داخل المغرب وحتى في خارج ولما لا تفكير في هذا في هذا الأمر ان شاء الله الله الرحمن الرحيم سوف ينطلق صفار سمية يوم الجمعة عشرين ماي المقبل ان شاء الله تحت إذا تيسرط الأمور ان شاء الله تكون عادة أنه يكون تلاقات تحت الإشراف الفعلي لسيد العامل الإقليم باعتباره نائبا لأمير المؤمن على الإقليم وكذلك سوف يعرف بعض الأنشطة قبل الصلاة الجمعة حيث سوف نقوم بحفل توقيع الكتاب صدر مؤخرا حول الرجاجة وهو كتاب للأستاذ محمد جنبوبي الكتاب الرجاجة وسبعة رجال كتاب قيم ويعني أحاط فيه أحاط فيه المؤلف بالموضوع بشكل سالس وبشكل قراءة جديدة وسوف يكون هناك توقيع وهناك قراءة الكتاب هذا من جهة من جهة أخرى هناك إن شاء الله استعداد لإنجاز خزانة للوتائق القراجية بالزاوية إن شاء الله يوم الجمعة إن شاء الله 20 نا ماي وبهذا سوف تكون عدة أنشطة دينية من تلاوة القرآن من السماع والمديح إن شاء الله يكون حفل متميز في حل جديدة إن شاء الله هذا هو ما عرفت به الزاوية الجراجية أجدها مناسبة لأود أن أشير إلى بعض المرامج التي سبق أن قامت بها إحدى القنوات ويعني في فترة من الفترات وسجلت يعني مشاهد وبعض الأمور التي نعتبرها كمسؤولين داخل على هذه المواسيم ونحن نتبرأ منها ولا علاقة لديها بالفعل لأن المدراسة الحمد لله عندما كانتها في منظومة التعليم العاتيق لدى وزارة الأوقاف وبحكم أن النتائج كانت متميزة في السنوات السابقة وكذلك البنية تحتية نظرة للإقبال الكتيف للطلبات والطالبات على هذه المؤسسة يعني البنية تحتية أصبحت لا تستوعي بهذا الإقبال فبالتالي وزارة الأوقاف بدرت إلى إطلاق مشروع معهد يعني إن شاء الله يكون فيه حتى الطورة النهائية إن شاء الله في الزاوية إن شاء الله وانتم بلاش كأنكم طالعتوا على مرفق هذا المشروع